تعالى بقى وده اللي فريق معايا وده اللي فريق معايا ديه الأرقام بتاع مصطفى شوبيل اللي فريق معايا جدا إيه واللي مخليني شايفه حارس له مستقبل عظيم في قرية القدم المصري مستقبل عظيم إن شاء الله مع منتخب مصري كمان مش بس النادي لأي إن مصطفى شوبيل عنده شخصية قوية مش كتير حارس حتى لو مش 24 سنة حتى لو عنده 30 سنة يلعب في ظروف الصعبة دي وهو بعيد جدا يلعب في ظروف الصعبة دي وهو بعيد جدا ويبقى عنده الشخصية دي والسبت ده النهاردة فيه لقطة اللي هي دي اللقطة دي بيزعق لردى سليم إنه مغطاش مصطفى شوبيل أنقذ الكرة دي بس بيزعق لردى سليم إنه مغطاش على لعب مزمبي هون مش واقف بيفرق ومكسوف وخجلان وكويس إنه زميلي سايبيني معاهم وبلعب بوسط الناس كبيرة لا ده رايح بيزعق وبيصرخ على فكرة حرس المرمى الكبير هو اللي بيزعق وبيصرخ وبيواجه الفرقة كلها محمد شوناو بيعمل كده عسام الحاضر كان بيعمل كده أحمد شوبيل كان بيعمل كده شيل بيكرامل كان بيعمل كده سابت البطل كان بيعمل كده أي حرس كبير عنده الشخصية دي طيب فيه كرة تانية اللي كانت مع نهاية الشوت الأول لو نجيبها شباب كرة هي دي وقف وقعد على الكرة لما حس إن اللعيبة تابتش فيه لعبة اللي عاملة إزاي وعمل لهم بأيديه اهدو اهدو ما تقلووش اللعب هدي هوقف اللعب شوية هريحكم شوية قائده عند 24 سنة قائد في الشخصية دي حاجات بتعيش ليه بقولك على الشخصية دي حاجة مهمة عشان وارد أنت ممكن ترجع للكلمتين اللي بقولك بعد كم مباراة وتقول لي أنت أعمش كنت تقول مصطفى الشبيرة عظيم ولا عبر ههو غير اللي تعمل في المطش ده مصطفى الشبيرة هيغلط زي ما كورتوها بيغلط زي ما مانون نوير بيغلط زي ما أليسون بيغلط زي إيدرسون ما بيغلط أي حارس في العالم بيغلط وهتمر عليه أيام صعبة بس الشخصية هي اللي بتفضل الأداء بيروح وييجي الشخصية القوية هتفضلت شخصية قوية يعني إيه شخصية قوية زي محمد الشناوي كده محمد الشناوي لو مر بأيام صعبة بيعرف يرجع نفسه ليه عشان عنده شخصية لو هو حارس مهزوز وعد عليه مطش وحش ولا اتنين هيقع منك ومش هتلاقيه تانيش ويام حراس مر ما عدوا عن نادي الأهلي كانوا كده كان عندهم الموهبة بس هب أول ما يتهزوا مرة انتهوا ما بتشوفهمش تاني فمصطفى مستقبل عظيم للنادي الأهلي وان شاء الله المنتخب مصر حاجة أخيرة بس قدرية جدا تعرف شوف يا أخي ربنا لما يريد لحد حاجة النادي الأهلي كان لا يصق ثقة كاملة في مصطفى شبير النادي الأهلي كمنظومة ما كانش واصق مية في المية انه حارس شاب يقدر يشيل مكان محمد الشناوي لما تصاب محمد الشناوي راحوا جيريوا على محمد أبو جبل راحوا جيريوا على محمد بسام وكان زمان واحد في الاتنين دول واقف دلوقتي فمرمى النادي الأهلي في دورة أبطال أفراج مش مصطفى شبير الله أعلم كانوا يطلقوا ألا بس شوف تدابير القدر أنه الأهلي لا يوفق في التعاقد مع أي من الحارسين وفي النهاية يلعب مصطفى شبير ويثبت تواجد والسؤال هنا والسؤال هنا مطروح إن شاء الله بإذن الله يرجع سليم معافة أفضل حارس في مصر وفضل حارس داخل القرى الأفريقية محمد الشناوي خلال أيام هو نسبة شفاءه اجتملت 95% وورد جدا أنه يلحق على الأهل إن شاء الله لما الأهل يسعد المباراة النهاية يلحق مباراة الزهاب ومباراة العودة وتقعد تسأل هذا الرجل مصطفى شبير اللي شالي النادي الأهلي الفترة اللي فقد يكون لها في البطولة الأفريقية وعمل أرقام خرافية هيقعد ولا هيكمل البطولة الأخيرة ها فيه رأي يقول لك لا يكمل بعد العمل ده كله لا يكمل لآخرة بس فيه رأي تاني وهو أيضا رأي وجيه ده رأي وجيه فيه رأي وجيه تاني آخر يقول لك لا محمد الشناوي بخبراته باسمه الكبير بإمكانياته بيتمرسه في البطولة الأفريقية أدام جاهز مايلعب ده مش هيقلم من مصطفى شبير فالمعضلة صعبة ويبغت النادي الأهلي إنه عنده محمد الشناوي وبقى عنده مصطفى شبير وبغت طبعا منتخب مصر دي حكاية مصطفى شبير ترجمة نانسي قنقر